اشتركوا في القناة ده طائب وحلاوة ما شفتش هل عمله في الاختبار تتفوق على ملك الشياطين في التعزيم جلل جده مرارا وتكرارا بعد ما شفنا أنوس ملك الشياطين في العالم السحري وبعد ما ساب البطل كانون يخلص عليه لأن الحياة مملة أنوس سيطر على كل العالم وما حدش قدر يقف قصاده ومن الملل قرر يموت ويرجع بعد سنة على هيئة الطفل عادي وفعلا ده اللي حصل أنوس رجع على هيئة الطفل فيسفس بطاقة سحرية مهولة وبعد فترة انضم للأكاديمية العظمى للسحر وطبعا الشياطين تنقلوا خبر عودة ملك الشياطين بعد ألف سنة وعشان كده بدأوا في اختبار الطلاب لاختيار ملك الشياطين الأسطوري ولكن كانت فيه مشكلة وهي أن العالم ده خربا خالص صاحبي بمعنى كل ما كان معك فلوس زادت سيطرتك من الآخر النبلاء كانوا بأسكين الدنيا وطبعا صاحبنا كان كحيان وفقير وكان ده تحدي بالنسباله وفعلا ننضم للأكاديمية العظمى للنبلاء وأثبت وجوده بسبب قويته السحرية المهولة وساعتها بدأ الاختبار الأول وكان عبارة عن تحدي بسيط من الطلاب الفائز هيكمل في الأكاديمية والخسران أيترمي زي كيسي الزبالة بره المهم صاحبنا كيسي بكل سهولة ضد أحد النبلاء وطبعا ده ما كان شي مقبول خالص وبعد فترة النبيل وأخوه والحراس بتوحهم حاولوا يغفلوا ويغتالوا أنس ولكن انقلبت الأجواء وأنس جلدهم جلد يا صاحبي بعدها عرفنا أن ميشا لها أخت تاني اسمها ساشا وساشا دي كانت مغرورة موت واخد مجلب في نفسها فاكرة نفسها أمبراطورة وساعتها تتحدث أنس ومبرارة رسمية ولو خسرت هتنضم لفريقه ولو كسبت أنس هيب عبد ليها وطبعا أنس دمر أم الغروب تحجى لدها جلد يا صاحبي لا وجلد فريقه كمان كله بصابع واحد كمانت رائع يا أنس المهم ساشا انضمت لفريق أنس والغريبة أنه علاقية تتحسنت مع أختها ميشا بس كانت في حاجة غريبة في الصرفات ساشا يترى إلا يحصل أزعبي طبعا عند أكله كان مقدما للجزء اللي فات فلو لسا مشوفش الأجزاء اللي فاتت إذا شو من علامتي لا يلفه أو أول كومنتي تحت ويلا كده خدا انطلق لتس جو المهم عشان تنضم لينا والصحابة ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس ويلا كده خلنا انطلق في حكاية اليوم حكاية من أجمل رواية هلدني??? هو في حيات ميشا يترى هل وقعت في خيوط أنوس السحرية في مستنقع الحب والكلام الفاضي وطبعا ميشا ترد الا لا مش بس الغريب اني ميشيل اتلاه اكيد طبعا ده طائب وحلاوه ساشي بتصحب تعبيطة ما شفتش الى عمله في الاختبار تتزبس لتفوق على ملك الشياطين في التعزيم جلل جده مرارا وتكرارا ميشا بترد عليها انتي انتي ليه مهتمة من الاساس معولى يكون خطف عقلك وقلبك كمان ساشي بتصحب مستحيل ده من سابع المستحيلات كمان ولا حتى بعد مليون سنة لكنها عترف انه عنده جرأة انه يقول لي كلام حلو عن عهن السحرية وده بيفكرني بيكي لينك الوحيدة لو ا افتي جنبي لما كنا اطفال ولعلمكم ساشي كانت منعزة عن العالم بسبب قوة عيونها المدمرة اي حال بتشوفها بتدمر جدها في ثواني عشان كده ابوها حجزها في قوضة سحرية بس ميشا كانت بدخل وما بتتأسرش بقوتها وبسببها ساشي بدأت تتحكم بيها بشكل بسيط بقوتها يعني وساعة اعتذرت ليها عشان كده فلقيتم اتحسنت يا سالة مع الدراما والحب كالكحيانة بتاعت الكاتب المهم في اليوم التاني ميشا بتسأل انوس يا ترى ايه الهدية المناسبة ل لعيد الميلاد انوس تغرب ليه طيب ليه السؤال غريب ده ميشا بترد عليه لاني ميعد ميلاد ساشا بكرة وعايز اجيب لها هدية انوس بقول لها اخترب نفسك اكيد ساشا هتحب اختياراتك ميشا بتفكر الهدوم هي الحل الامثل فجأة ساشا دخلت للفصل واحدة جنب انوس انوس استغرب ليه مش مكانك اصلا ساشا بترد عليه محدش بيععد جنبك من الاساس ثانيا بما ان هنا فريق لازم نقعد جنب بعض والهام من ده كله فريق القديم عايز انضم ليك انوس برد عليها عارف ط فطوم كلهم ديما ساشا بتصيح بس ليه كنا كنا هنضمن الفوز بكل سهولة انوس برد عليها مش هتفرق احنا التلاتة كفاية ساشا بترد عليه خبت غباءك يا اخي فيه اختبارات يا بنفعش نسيل فيها غير ما نكون سبعة اقل حاجة انوس بقول لها مش مهم هنشوفها ايه اربع معاتيه تانين ونكسب كده كده مش هتفرق المهم اليوم الدراسي بدأ اماليا بتقول لهم كله عارف ان ملك الشياطين هيزر السنة دي عشان كده اليوم هتاخدوا محاضرة من احد اباطيرة الشياطين السبعة ان انوس استغرب من الفطاهر السبع دول بقول لك اباطر اباطرة مش فطاهر المهم ساشا بترد عليها عشان قال انت جاهل ما تعرفش اي حاجة في اي حاجة من الفين سنة ملك الشياطين استخدم سحر غريب وانشع سبع اشخاص من دمه واعطاهم قوة بسيطة من سحره وهي دي سلالة ملك الشياطين انس برد عليها ايو انا عارف كل ده ساشا بتكمل هم دول اباطرة الشياطين السبعة والاكاديمية دي اتأسست على ايديهم لتنمية وتقوية الشياطين الجدد انس بيفكر معقولة معقولة المساعدين السبع يكونوا على قيد الحياة بس شغلون في الاكاديمية كحيان فشخ المهم اكيد لو واحد من الشياطين السبعة شافني هيعرفني بسرعة اميلا بتقول لهم خلوا بالكو ده احد الاباطرة السبعة محدش يقول كلمة ملاش اي لازمة مفهوم وبالذات انت يا انس لو قلت اي حاجة كده ولا كده اهجل الجدك فاهم ولا وظيف تعالى البحق الله يخرب بيتك بعد نحصات احد الاباطرة السبعة دخل الفصل واسمه ايفيس نيكرون الكل كان ساكت مفيش ولا نفس فجأة انس وقف بقول له زمان عنك يا ايفيس يا صاحبي عامل ايه الكل انصدم ويمليا وعد في المستنقع يا اخ وظيفة راحت اميلا بتصيح هرجوك سيب احنا هنطرة دلك احيان ده فورا ايفيس بيرد عليك استاني لحظة بتقول انك بقى لك فترة ما شفتنيش اناس بيقول له بالظبط كده عامل ايه اخر مرة كانت من الفين سنة فاكر بس كانت في المشكلة وهي ان الشكل ايفيس مرعب جامد يا صاحبي في نها الشيطاني وبشكل مرعب اكينو طالع من فيلم رعب ايفي ذاكرت من الفين سنة لكن الحاج الوحيد اللي فاكرها هو سيد العظيم انس بيرد عليه يبقى المفروض تعرفني استغرب هلك صلة بالمالك يعني ولا مش فاهم انس استعمل سحر غريب وحط ايده على ويش ايفيس طبعا ما ولاكش اميليا نهارت ووظيفة طراحت تبعت في الهواء ما شافت اعمل ايه ايفيس انصدم انت مين انس بيرد عليه هنكمل محانسة دي بعدين اروح كامل محاضرتك وفعلا ايفيس بدأ في الشعر ولا كان في اي حاجة حصلت بقول لهم اليوم هشرح لكو عن تقنية عائلة النكرون النبيلة وهي سحر الاندماج والتعويضة دي تقدر تدمج بها عدد كبير من انواع السحر وكلام كتير يا صاحبي ساشا بتقول له مش هتكتب الكلام ده ولا ايه انس بيرد عليها اه ده مجرد تفاهات حافظها كلها من الالف لالياع المهم انت اللي ما بتكتبيش برضو انا مش فاهم ساشا بدأت بالتفاخر انا من عائلة نكرون وكمان دم نقي يعني ابوها امها من نفس العائلة عشان كده اتقنت تعويضة الاندماج منذ الصغر انس بيسألها انت قريبة من الايفيس ولا حاجة ساشا بترد عليه مستحيل طبعا ده في مستوى تاني غير البشر لكن مرة تكلمت معه وده انجاز بالنسبالي انجاز رهيب كمان يا خبر المهم بعد انتهاء الحصة ايفيس بيقول له انس استخدمت ايه من شوية حاس ان رجعت بالزمن انس بيرد عليه ده سحر ريفايد والسحر ده بيرجعك في الزمن عشان تعويض ذكرياتك اللي تمزحت بس الغريبة ان انس اسمه في ذكريات ايفيس كان افوس ديلها انس بيقول له اعتقد ان في شخص تلاعب بذكرياتك بس بيقول له بالاصح انت بتقولي انك سيدي ملك الشياطين العظيم انس بيرد عليه بالزبط كده واسمي انوس فولدي جولد مش افوس ديلها ايفيه الاسم ده في شخص نشر اسم بشكل مزيف ونفس الشخص اللي مزحت ذكرياتك ايفيس اقتنع بكلامه لكن بيقول له مع كل ده ايه اللي خلينا صدق انك انت ملك الشياطين ومش الشخص اللي غير ذكرياتي وبكده ممكن تكون عدو ملك الشياطين انس انبعر اوف ممتاز ممتاز ده المتوقع من مساعده كلامك منطقي وما اقدرش ارد عليك ايفيس بيقول له في الوقت الراهن هذا بقى محايد لحد ما عرف الحقيقة بعد لحظات ايميليا وصلت للمكان بطلب من انوس يرجع شاره وقعت من ميشا وفعلا انوس بسلمها الشاره بس استغرب لان ميشا كانت مسك رسالة ما فتحتهاش من بداية الدراسة بسألها من مين الرسالة دي مش بترد علي دي مش رسالة دي زي تميمة من الشخص اللي رباني في اللحظة دي اعضاء فريق ساشا القديم اتكلموا معها عايزينها تنضم ليهم مرة تانية لان انوس رفضهم بس ساشا ما رضيتش واحد من الفريق بيقول لها ده شخص كحيان فقير مزينا ده احنا نبلاء ده غير البنت التانية اللي معاه بس ساشا تحصبت جامد ودمرت الارض بتقول له منتهك كلام بعد لحظات بدأ الاختبار وكان عبارة عن مسابقة لجمع الاسلحة والادوات السحرية من قلعة ملك الشيطين وكل سلاح او اداءة لها نقاط معينة واكتر فريق هيجمع نقاط هيكسب وحدة تانية ملكية الادوات دي اللي هتاخدوها هتكون لقائد الفريق وفعلا الكل اندفع للقلعة ساشا بتصيح لازم نتحرك بسرعة الفرق التانية هتسبقنا اناس برد عليها ريلاكس ريلاكس يا ستي لو اخدنا الصولجان الاسطوري اللي موجود في المستوى الادنى هناخد نقاط بالهبل مش كده ولا ايه ها ساشا بترد عليها اكيد طبعا بس ده من سابع المستحيلات يا حبيبي ما حدش يقدر يوصل للطبق الادنى منذ الفين سنة لدرجة ان بعض الناس اداخد ان الصولجان ده مجرد خرافة لا اكتر اناس بقول له الصولجان ده بيزوي السحر للنيران مش كده ولا ايه ساشا بترد عليها حسب المعلومات الموجودة كده مكصح اناس برد عليها سؤال سهل لان دي قلعتي اصلا ساشا بتقول له المعلمة قالت ان القلعة دي مليانة وحوش بس اعتقد للفرق اللي قبلنا خلصوا عليها ايه طبعا هنلحن ناخد اي ادوات سحرية ولا لا اناس بقول له ميشا صحيح في ادوات سحرية جبارة في المستوى الادنى اي حاجة تعدي بك ممكن تديها لساشا كهدية يعني عيد ميلاده كده يعني والاهم ده كله ام تعد ميلادك عشان انقلك اداءة اسطورية مش بترد عليها عيد ميلاده هيبه بكرة اناس استغرب انه تمهم الليه مش بترد عليه بالزبط كده وهنكمل 15 سنة ولكن في مشكلة بسيطة ساشا قضعتهم يلا في مصيبة الممر ده مسدود بجدار اناس برد عليها في ممر سري محدش يعرفه ساشا استعملت عيونها الشيطانية بس بدون اي فايدة اناس بيقول لها ما تخفيش في حماية ضد كل انواع السحر وام دخل دماغه في الحيطة كسر ام الحيطة بالسهولة لكنها بلاستيك والغريبة اني ادنى مستوى كان موجود ورا الممر ده والاكتر غرابة ان المكان حلو موت يا صاحبي ضوء الشمس داخل من كل مكان محلو تحت الارض ده مستحيل اناس بيقول لهم تم تصميم مكان ده لدخول اشعة الشمس والقمر بلا صاح دي غرفة استراحة لانوس وانوس لاحظ ان فيه تغيرات بسيطة في المكان بس معدى كله بيطنش وبيكمل طريقه واخيرا وصل لباب عملاق معاملق ساشا ومش انصدم وده خلاص انتهى الامر مستحيل ندخل لازم نستسلب لان الباب ده متحوب بسحر دفاع جبار اناس برد عليهم الخلعة هنا لان كل الناس بتفكر الباب ده لازم يتم تدميره عن طريق الساحب وده شبه مستحيل طبعا والحال البسيط فشخ وهو فتحه بالقوة مش اكتر وفعلا الصولجان كان محطوط قدامهم بدون اي حماية ساشا تحمست على الاخر وراحت لمكانه الناس استغل الفرصة وخلى ميشي تدخل للمخزل عشان تختار هدية لساشا صدمة المكان كان المليام بالاسلحة الجبارة مش عجبها رداء احمر كده واناس بولله اختيار ممتاز ده رداء العنقاء وبتيح للي هيلبسه استخدام سحر النيران الاسطورية وفعلا اخذتها بس لاحظت خاتم حلو فحت اناس بولها ده خاتم الزنبق الثلجي بقولوا ان قويته تقدر تجمد سبع بحور بكل سولة واحتقد ان الخاتم ده بناديكي بس مش مكانتش مهتمة باي حاجة غير هدية ساشا وفعلا نجمع لما كان ساشا ومش شدتها الهدية ساشا مش مصدق بس انا ما جبتش لك اي هدية مش بترد عليها مش عايزة اي حاجة انوس كان بيشاهد في صمت ولا كي انه موجود ساشا بتقول لها ممكن اجرب الرداء ده مش بترد عليها اكيد طمعا ده بتاهك دلوقتي ساشا بتقول لانوس هتفضل وايف ولا هيه رح فائضة تانية ايها المنخرف انوس بقول لها طبعا هطلع انا خايف عناية تتلوس بسب شكلك المخرف ترشمت الخواطر وبعد لحظات ساشا لبسة الرداء انوس دخل للقعة وهنا كانت الصدمة الكبرى ساشا طعنت ميشا في بطنها وات ولا بيحصل ساشا بتقول له الرجالة بتضحك عليهم بالسهولة شوية كلام حلو خلاص انت متخيل انها بقى صديقة للدمية الكحيانة دي مستحيل بم نقي ومن سلالة نادرة وهي مجرد اداة لا اكتر وهدف الاساسي هو الفوز في الاختبار وما اني اخدت الصولجان كده ضمنت المركز الاول بس فجأة مش حركت ايديها ساشا بتقول انت لسه حلقية الحياة انوس بيرد عليها انت ممثلة اسطورية لازم تاخدي الاسكر على التمثيل المتقن ده لكن الاسف طريقتك في الخيانة غير مثالية لانك لو عايز تخلصها لميشة كان زمالك طعنتيها او ختمت اجزاء جسدها ونشرتها في كل انحاء العالم عشان تختفي من الوجود يا اسطنت معانا والعلينا انوس بكمل مستحيل طعنة خفيفة زي دي تخلص عليها وكمان نسيتي ان ملكية الادوات السحرية تعود للقائد بس والغريبة ان ساشا كسرت العقد السحر ما بينهم وكده رجعت تكون قائدة لفريقها الاول ساشا بتقول له لو ما تحركتش الدمية الكحيانة دي هتموت انوس بيرد عليها وليه مهتمة بيها من الاساس ساشا تحكت عليه لعلمك الدمية دي اتعاملت عشان استغلها مش اكتر انوس بقول لها انت حرف انك مش هدهرب بفعلاتك دي عارفة ولا مش عارفة بس ساشا استعملت سحر غريب على ميشا والسحر ده هو سحر الشرط معنى لو انوس لمس السكينة الضرر هيزداد اكتر واكتر ساشا بتقول له الحادث ده هياخد منك عشر ثواني عشان تكسره وتعالج ميشا وعشر ثواني كافية الهروب من المكان ده وساعتها استخدمت سحر الطيران بس انوس مزكها وفي نفس الوقت عالج ميشا وات ساشا انصدمت ازا هده حصل انوس بشر علها علشت ميشا من البداية خالص وكل اللي شفتين كان مجرد وهم جين جيتسو يا حبيبي معك ييتاش الشرنجان يابا ساشا استغربت ازاي عرفت انوس برد عليها ده كله بسبب عيونك الشيطانية وعلى حسب ما اتذكر كانت بتتنشط اول ما يحصل موقف يحرك مشاعرك ولكن اول ما ميشا ادتك الرداء وافتكرت عيد ميلادك ما حصلش اي حاجة وعينك كانت زي ما هي بمعنى ما حستش باي مشاعر ولكن في جدا من الثانية عينيك اتحولت ودي كانت مشاعر الغضب وقرارك بطعنها يا ساتر انوس فجر مخططة بكل سهولة ساشا تعصبت فشخ وهدمت عليه بالعيون الشيطانية ولكن انوس رد الهجوم بنفس العيون رداها بكل سهولة يا صحبي فاجأ ميشا صحيح بس بتطلب منه انه يسيبها تمشي انوس استغرب عايزان يسيبها؟ الافضل نستجوبها ونحرف كل حاجة عنها ميشا رفضت وطلبت منه انه يسيبها تاني وفعلا انوس سابها ميشا حاولت تطمن عليها بس ساشا اخذت الصولجان وهربت بسرعة ساعتها فتحت ساعة الاختبار وكان فاضل سبع ساعات على انتهاء الاختبار ده نرجع لانوس بقول لي ميشا عندي اسئلة ليك برضو مين انت بالصبت؟ ميشا بترد عليه المفروض ماقولش لايحد لكن انت انسان طيب بتقول له اليوم في بداية عيد ميلاد الخمستاشر هاختفي من الوجود انوس استغرب هل ده سبب ورا منادتك بالدم يعني السحرية ولاي؟ ميشا بترد عليه؟ لا 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 دم السحرية مش المصطلح الحقيقي لاني ميشا نيكلون ملهاش وجود في العالم ده من الاساس وفي صاحبي واني بيحصل؟ انوس بيسألها يعني انت وساشا نفس الشخص ولا ايه؟ ميشا بيستغربت اصدق ايه؟ انوس بيشرح لا من شوية ساشا كسرت العقد السحن المبينها وده مستحيل الا لو كانوا الاتنين اللي اتعاقدوا نفس الشخص اه ها عشان كده قبل المنافسة ساشا طلبت من انوس تعمل العقد مع ميشا مش معاه يا بنت اللزينة زكية طلبت بتفكر برضو المهم انس بيكمل من الفين سنة كان في تعويذة سحرية بتفصل البشر لشخصين انس بيقولها اكيد هو ايفس ورا كل ده لانها عائلة نيكرون معروفة بسحر الاندماج ساشا بتجاوبه للاسف كلامك صحيح لما كنت جنين اخذ جزء بسيط من زهر ساشا عشان كده وجود ملوش اي معنى واختفي اول ما اتم 15 سنة انس بيقولها تعويذة الدمج ما بتطولش والامر ينطبق على تعويذة الانقسام اللي حصلت معك ومع ساشا بمعنى الحقيقة ورا اختفائك هي انك هتندمج مع ساشا وهتبق شخص واحد ودي خطة ايفس في انشاء سلالة قوية جديدة من الشياطين دي خطة غبية مؤرفة من ايفس مش بتقوله كان نفسي عايش حياتي الخاصة لكن الحقيقة كانت صعبة وهي اختفائي وبقاء ساشا حاولت ابني ذكريات ولكن بدون اي فايدة لان ما حدش من الشياطين اعترف بوجود من الاساس لكن بسببك انت يا انس عرفت عايش اخر ايام حياتي كشخصية طبيعية وداك الحلم بالنسباني وبتعتدل لانس انس تعصب جامد اياك والاستسلام لعلمك في حاشتين في عمري ما حسد بيهم وهما العجز والندم عشان كده هتدي لك امنية واحدة ميشا فرح تفشغ وطلبت منه تقترب من ساشا مرة تانية يا دي النيلة مفيش اي فايدة ما تخلصوا عليه خلاص ريحونا يا ناس انا سألها شوية كلام عن حب الحياة وكلام كتير يا صاحبي واول خطوة عملوها هو هيقاف ساشا من الهروب وفعلا انس قفل المخرج وبقولها ميشا هايست تقترب منك مرة تانية ساشا تعصبت جامد عبيطة بعد كل اللي حصل ده ده انا حوالت اخلص عليكي ميشا بترد عليها عايز اعرف الحقيقة هل انت بتكرهيني ساشا تعصبت من البنت دي ايه هيكون اعمل نزال هانشي دائرة سحرية لو قدرت تفعلها بسحرك هاجاوب على سؤال ميشا بس لو خسرت اتبقى تابع عندي انس بيرد عليها ما حرمتيش من المر اللي فاتت ها ساشا بتقوله التعويذ هتكتمل بكرة الصبح قبل ما تختفي البنت دي انس بيرد عليها ابلت التحدي وكهدية على شجاعتك هافل عيني لحد ما تخلصي التعويذة دي وفعلا ساشا بدأت في انشاء تحويذتين سحريتين وبعد عناء وتعب لساعات واخيرا تم انشاء تعويذة زكسس وتعويذة دلت انس بيقولها تعويذة زكسس دي للتحكم في الكائنات وتعويذة دلت للتحكم بي بس ساشا قطعته مهمتك هي التحكم بتعويذة زكسس فقط انس بيرد عليها بمعنى انت مش ناوي تكسب من الاساس ساشا بترد عليها مستحيلة تحكم بتعويذة عملاقة سايدي انس قبل التحدي وسيطر على التعويذة بسرعة البارغ بقولها يالله جاوبي على سؤال ميشا ساشا بتقول لها للأسف هختفي كمان كم ساعة والامر ما فيه اني هارجع لهيئة الحقيقية ولكن ياريته يكون تفكيري كده لان ساشا حاسب مشاعر قوية اتجاه ميشا لان الشخص الوحيد اللي ساعده على التحكم بقدرته في الصغر وبسببها ساشا بدأت تقاب للناس وتروح الاكاديمية وكان نفسها تفضل مع ميشا ولكن ميشا كانت منعزلة عن البقية والخادمة بتفصلهم عن بعض باوامر من والدها وكمان ميشا استسلمت وقالت لها ان قدرها هو الاختفاء من الوجود لكن ساشا ما استسلمتش وفضت دور على طريقة لكسر التعويذة دي ولكن بدون اي فايدة وساعده تضح ان ساشا عملت التعويذة السحرية العملاقة للاندماج ما بينهم مش للتحدي اصلا لكن فيه شرط لتفعيل تعويذ الاندماج وهو الكراهية ولمدة خمستاشر سنة ساشا حاولت تخلي ميشا تكرهها عشان تعمل التعويذة دي بس في الحقيقة ساشا بتحب ميشا بطريقة مجنونة التعويذة اشتغلت ساشا حاولت تستفيز ميشا على قد ما تقدر عايزت خليها تكرهها باي طريقة عشان تكمل التعويذة بس بعد لحظات فشلت التعويذة وتدمرت بالكامل مشا بتقولها للأسف بعد كله مستحيلة كراهك مهما كان ساشا بلقت تعيض بعد كل السنين دي حاولت خليك تكرهيني بشت الطرق عشان انقذك مشا بتقطعها ما تعمليش اي حاجة تعتبر اني خيال مش موجودة وساشا هارت بالبكاء مشا بتقول لأنوس كده طلبك تمل واخيرا تقرب من ساشا ودي تاني معجزة تحصل في حياتي انس برد عليها انت لسا ما شفتش المعجزة الحقيقية ساشا بتصيح اصدك ايه يعني اصدك انك هتقدر تخليني اختفي بدل ميشا ارجوك انقذها انس برد عليها في سؤال زي ده اتكرر في اختبار الكفاءة اثناء دخول الاكاديمية والسؤال كان لو كان عندك بنت عندها قوة سحرية جبارة لكن ما عندش الكفاءة لتصبح ملكة الشياطين وفي نفس الوقت عندك ولد كفء لكن ما عندش قوة سحرية ولو الاثنين كانوا على حافة الموت هتنقذ مين فيهم وطبعا الجواب بتاع انس كان انقذ الاثنين ساشا بتصيح مستحيل مستحيل ده يحصل انس بيرد عليها لازم نغير الماضي اصلا انت كنتوا شياطين مختلفين عن بعض المفروض تندمجوا بعد ساعات لتصبحوا شيطان واحد لكن هيحصل ايه لو ظهر كيانين بدل كين واحد ساشا بتجاوب هينتج شخصين من شخص واحد هبسطها لك يا صاحبي انس هيرجع بالزمن 15 سنة وراه ويخلي ميشا مستقل عن ساشا معنى ابسط مش هتبقى لها ساحر مختلف عن ساحر ساشا مش هتاخذ منها اي نقطة سحرية وده هيلغي تعويذة ايفس للتقسيم والاندماج بس لازم ترجعوا معي للماضي ساشا بتصيح ازاي ده مستحيل اصلا مستحيل يحصل انس بيقولهم هشاركوا قويته السحرية او بمعنى هتشوفوا الماضي من خلال عناية الشيطانية ولكن فيه شرط لتفعيل التعويذة دي ويثيقتكم اني انا ملك الشياطين وفعلا التعويذة كانت على وشك البدء بس فجأة ابس اقتع من مكان وطعن انس في القلب يا لهوي بقوله البندة دول لازم يدمجوا عشان يبقى الوعاء المثالي لاستيقاظ ملك الشياطين انس بيتحك انا صاحق قدامك اهو واجم عليه بسحر النيرون ابس مسدق ازاي انا متأكد اني قتلتك انس برد علي انتفاكن لتدمير قلب هيكون كافلة موتي مستحيل. لا يا راجل. اما انت بتبدي ازاي يعني. المهم انس رزع ايفس بالسيب بتاعه. وبقول له ما عندش وقت للعب معاك. وانتقل لعالم الفراغ. فجأة شخص منجل اقتح من مكان. انس بقول لهم ده هو حارس الزمن. الانمي بقى كفر والحاد يا صاحبي. بس يفاكز الكلام ده. انس بقول له ممكن تخلينا عدي من هنا. عايزة انقص شيطان واحد. بس بيرد تعليه مستحيل. لقد عبثتم بالتيار الزمني. لازم تتعاقبوا فورا. واستخدم تعويضة غريبة لانشاء دمية سحرية. والصدمة ده طلع ايفس الخبيس. ولكن لافيا اندمج معا. انس هانم عليه بتعويضة الجيو. بس لافيا واقف في الزمن بكل سولة. ومستحيل تهزمنا ايوها الحثالة. نقاط ضعفك واضحة موت. هانم عليه بالمنجل. بس انس صدها بالدرع السحري. بقول له تستفاد ايه يعني لو قتلتني. اكيد عندك سبب مقنع. وهل انت مستعد للقضاء على الوعاء اللي ضلت مستنيه خمسلاشر سنة. لافيا هارم عليك. فيا كلام. ما فيش وقت للجدال. سيش بتطلب من انس يا رب مستحيل يهزمه شيطان الزمن. انس بيرد عليها ملكيش دعوة. تقف فيها وخلاص. فجأ لافيا هاجم بسرعة مهولة. وغرز المنجل في قلب انس. كنت عارف انك هتحمل البنتين دول بحياتك. واخيرا انتصرت ضدك ايوها المزيف. والصدمة. انس اختفى. اتحول لغبار يا صاحبي. لافيا بيقول لهم لقد انتهى كل شيء. لا يمكن تغيير الماضي. لعلمكم عند زحر الخلود. واخيرا بعد من انتظار الفين سنة. اتتخلص على ملك الشياطين. فجأة انس ظهر وراها. بلو يا ها ها ها. يعني كنت فكرني بتحور علي. ها? لافيا بيصبح ازاي. انا متأكد اني قتلتك. انس بيرد علي بكل برود. انت فاكر اني قتل هيكون كفاية للموتي. وده. انت بتولي يا حمي انت ايه اللي بقول وده. ده خرب موازين العوالم كلها. لافيا هرب بسرعة مجنونة واستخدم تعويض ايقاف الزمن. مفيش اي حية بتتحرك. بس انس الاسطورة اتحرك بكل حرية. بيقول له انت فاكر اني ايقاف الزمن هي واقفني. خربت ام القوة يا سطى. لافيا بصيح. مستحيل اخسر. انا مندمج من احد الملوك. مستحيل انهزم. وانهال عليه بالهجمات. انس بيقول له بطل تضيع وقت. مش هادة تدمر درعي. وساعتها ادى قوة بسيطة لساشا وميشا. عشان يكسروا حاجز الزمن. وطلب منهم يقسموا انهم مسدقين ان انس هو ملك الشياطين. عشان تكتمل التعويضة. وفعلا اكتملت التعويضة بنجاح. لافيا بصيح بعد كل ده. بعد انتظار الفين سنة. خطتها تتدمر بالسهولة دي. انس بيقول له استنى يا حلو. المعركة الحقيقة تبدأ دلوقتي. انت متخيل انك هتهرب بعد ما اشتمت ملك الشياطين. ده انت يومك يسود. وساعتها انس استدعى سيف الظلام الاسطوري. لافيا بصيح. مستحيل ده يحصل. ازاي ملك الشياطين بيمسك سيف شيطاني. انس بيرد عليه محدش يعرف. لان كل اللي شاف السيف ده اتمحى من الوجود. وفعلا انس فارتك لافيا بكل سهولة. وتدمر الفرق بالكامل. ساعت انس استخدم تعويض دريفايد. وانقذ ايفيس من ايد لافيا. واتضح ان لافيا كان بيستخدم جسم ايفيس لاكتر. انس بيسأله عن اللي حصل. ايفيس بيرد عليه الاسف. ذكرياتي ما زالت مفقودة. لكن اعتقد ان الشخص قتلني واستخدم جسمي. انس بيسأله انت نفس الشخص اللي كلمته في اكاديمية السحر ولا لا? ايفيس بيرد عليه ايوان هو. انس استخدم سحره ورجع ذكريات ايفيس مرة ثانية. بيقول له اكيد الشخص اللي استولع الجسمك ده لعلاقة بافوس ديليها. وحاليا اخليه يعتقد انك ميت. ودلوقتي مهمتك هي التحرف الخفاء. اعرف مين الشخص ده. ويبدأ بالاباطرة السبعة. لازم تعرف لي مين ورا المصيبة دي. بعد لحظات انس بيقول لهم لازم نرجع بسرعة قبل انتهاء الاختبار. ساشا استغربت. بعد كل اللي حصل ده لسه عايز تنجح في اختبار كحيان زي ده. لت ملك الشياطين فوقه صح صح. انس بيرد عليها غيرت الماضي اكتر من مرة. بس اعمل ما نجحت في اختبار. فجأة ميشا داخت وكانت هتوع. بس ساشا سندتها وانقلب الوضع الدراما يا صاحبي. انس بيفكر على الاقل السلام احسن من الحروب المستمرة. وساعة انوس طلب من ميشا تمد ايديها. ولبسها الخاتم الثلجي اللي كان في الخزنة. انس بيقول لهم لازم نرجع للبيت. اكيد والدي تعملت اكل اسطوري ليكو. او 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 يا صاحبي او شايف الصورة الرهيبة دي بصورة لاتاش الفسفوس. ايوة لما كان صغير. على فكرة دي اصلا فان ارت يعني مصنوعة كده صناعة من واحد محترف. رسام محترف. تقدر يا صاحبي ساقدم الخلفية دي كخلفية للهاتف بتاعك طبعا. وهتبع حاجة دمار. انا استخدمتها الصراحة للهاتف بتاعي. فرهيبة. هستيب لك تحميل الخلفية دي موجود في اول كومنت باعلى دقة. عشان تستفيد طبعا بكل التفاصيل بتاعة الصورة دي. حاجة رهيبة والله. فجاربها يا صاحبي وتعيلي. وبسك يا صاحبي ده كان الجزء الثاني من انمي ملك الشياطين الاسطوري. انوس. يا طرع عجبكو ولا لا. ولو نتحت في الكومنتات. وما تنساش تسام تعباليديها الرهيبة. ليست لك فهو الكومنت. وانا نشوفكو على خير في الفيديوات الجاية. Peace out man.